يعتبر الوازغ أو البرص من الحيوانات غير المرغوبة التي تنتشر بكثرة في المنازل ويرغب الكثير في التخلص منه بسبب نشره للأمراض، لكنهم غالباً ما يفشلون في ذلك. في هذا الفيديو تستعرض لكم قناة المجلة أهم أساليب التخلص من الوازغ. الوازغ مثل باقي الحشرات الضارة تتعدد أضرار وجوده في المنزل، فهو من الزواحف التي تبيض وتتكاثر في الجحور والشقوق والأماكن المهجورة، وتتغذى على أنواع مختلفة من الحشرات والديدان التي تعد وسطاً فعالاً ومناسباً للأمراض المستوطنة. وبالتالي فإن تلك الأمراض تنتقل إليها ليحملها بدوره كوسيط إلى البشر أو البيئة المحيطة به. ومن هذه الأمراض، الأمراض المعاوية، تحمل الأوزاغ الكثير من الطفيليات المرضية والديدان الدبوسية، وبالرغم من عدم ظهور الأثر المرضي لها على الوازغ، إلا أنها تؤثر على صحة الإنسان. فنجد بعض الأعراض مثل التقيؤ وفقدان الشهية مع ظهور بيض الديدان الدبوسية في البراز، إضافة إلى الحكة الشرجية. بكتيريا السالمونيلا وهو من أخطر الأمراض التي ينقلها الوازغ للإنسان دون أن يتأثر بها. وهذا النوع من البيكتيريا تتسبب في كثير من الأمراض للإنسان والحيوان على السواء. ومن أخطرها الحمى والنزلات المعوية، وقد تتحول إلى مرض مزمن، ويكون الخطر أشد عند إصابة الأطفال أو الكبار في السن بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم. ولهذا المايكروب خطورة أكبر إذا انتقل إلى الكبد والطحال، حيث يتخطى إلى الأمعاء ويهاجم جدرانها، بالإضافة إلى تأثيره على الأوعية اللمفوية، مما يسبب نزلة معوية حادة أو حم التيفود المزمنة والحادة منها، وكلاهما يمثل خطرا على حياة المصاب. وقد أجريت العديد من التجارب في جامعة براون بأمريكا، وكذلك الجمعيات البيئية الأمريكية، وقد ثبت أن الأوزاغ تحتوي على عشرة أنواع من البكتيريا السالمونيلا، الضارة بصحة الإنسان. عدوى الجهاز التنفسي ينقل الوزاغ الكثير من أمراض الجهاز التنفسي، ومن أشهر التفايليات التي تصاب بها الأوزاغ تفايل البنتستوميدا، التي تعمل على تآكل أنسجة الجيوب الأنفية، مما يصيب الإنسان بعدوى التهابات الجيوب الأنفية، وصعوبة التنفس. التوتر والضيق يسبب الوزاغ الكثير من التوتر والقلق لسكان المنزل، خاصة الأطفال والنساء، حيث يشعر الكثير منهم بقشعريرة وشمئزاز عند رؤيته، إضافة إلى النفور من منظره، بل يصل الأمر لدى الكثير منهم إلى درجة الخوف والرعب من شكله، خاصة إذا كان كبير الحجم. تلوث المفروشات تعتبر المخلفات التي يتركها الوزاغ كالبراز أو القيء أحد الأسباب التي تؤدي إلى الضيق والقلق من وجوده في المنزل، لأنه يسبب تلوثاً للمفروشات والأثاث التي يمكن ملاحظتها بسهولة، ولا يستطيع أحد إنكار ما تحمله من عدوى وبكتيريا أو توفيليات ضارة بصحة الإنسان. هذا وتتعدد وسائل طرد الوزاغ من المنازل، لعل أهمها التالي. قشر البيض حيث ينصح البعض بنشر بعض قشور البيض في أماكن متفرقة من المنزل، حيث يظن الوزاغ أنه بيض الثعابين التي تعتبر أشد أعدائها، فيهرب من المنزل خوفاً من وجود الثعابين به. العطور النفاذة يمكن استخدام العطور ذات الرائحة النفاذة للتخلص من الوزاغ، حيث أثبتت تلك الطريقة فعاليتها في إصابته بالاختناق، وبالتالي فإن رش العطور النفاذة في الغرف أو المنزل يعمل على طرده نهائياً. نشاء الملابس يهجز كثير من الناس عن الإمساك بالوزاغ بسبب سرعته وخفة حركته، لذلك ينصح برشه بمحلول نشاء الملابس ليعمل على إبطاء حركته وإعاقة سرعته، وبالتالي تخلص منه بسهولة أو الإمساك به وقتله. الزعفران يكره الوزاغ رائحة الزعفران، لذا يمكن استخدام مغل الزعفران لطرده من المنزل، وذلك من خلال غلي كمية من الماء مع الزعفران، مع إحكام غلق الإناء جيداً، وبعد ذلك يتم وضع الإناء مكشوفاً في مكان تواجد الأوزاغ، حتى ينتشر بخار الزعفران ليملأ المكان، مع مراعاة فتح إحدى النوافذ ليخرج منها الوزاغ. الشيح يعتبر الشيح من النباتات التي تتميز برائحتها النفاذة القوية، التي يمكنها طرد الوزاغ وغيره من الحشرات الضارة، وللتخلص من الوزاغ باستخدام الشيح، يمكن لفه في قطعة من القماش الرقيق، وتعلقها في أماكن مرور الأوزاغ، وعند فتحات النوافذ والأبواب. زيت السيارات المحروق يكره الوزاغ المواد ذات الروائح النفاذة، لذلك فإن دهن الشبابيك أو الأماكن التي يمر منها بزيوت السيارات المحروقة، فإن ذلك يمنعه تماماً من الدخول إلى المنزل. البخور إن تبخير المنزل لمدة عشر دقائق بالبخور، وخاصة بخور اللبان والمستكة وحب الرشاد، يعمل على طرد الوزاغ من البيت نهائياً، لأنه يكره تلك الروائح القوية، فيضطر للهرب أو الاختناق الذي يؤدي للموت. الفلفل الحار من الطرق المجربة في التخلص من الوزاغ، طحن الفلفل الحار وتبخير المنزل به، حيث تنبعث منه رائحة شديدة جداً، تعمل على قتل الوزاغ أو طرده من المنزل نهائياً. الطارد بالعشاب توجد بعض المنتجات التي تباع لدى العطارين أو بائع المبيدات الحشرية، تسمى الطارد بالعشاب، وهي مجموعة من العشاب التي تتميز برائحتها النفاذة، التي تطرد جميع الحشرات والهوام من المنزل، وتمنع دخولها، لذلك ينصح بلف بعض تلك الأحجار أو الأعشاب بخرقة من القماش الرقيق، ووضعها في الأماكن التي يتواجد فيها الوزاغ، وبالتالي يمكن التخلص منه بسهولة. مبيد الحشرات يمكن استخدام مبيدات الحشرات من أجل التخلص من الوزاغ، حيث يتميز هذا السائل برائحة نفاذة خانقة قد تقتله أو تصيبه بالاختناق، أو على الأقل تطرده من المنزل هرباً من تلك الرائحة. الفخاخ يمكن شراء بعض الفخاخ الخاصة بالقبض على الوزاغ، وهي مثل فخاخ الفئران توضع في أماكن مرور الوزاغ، وعند الإمساك بها يتم التخلص منه أو قتله خارج المنزل. إن قتل الوزاغ أو البرص سنة دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم للوعقاية من أمراض كثيرة يتسبب فيها للإنسان، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفويسق للدلالة على أضرار وجوده في المنزل وخطورته الشديدة على أهله. منهم من استهزأ بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من انتقد حديثه، ولكن دعونا نفصل هذه القضية بالعلم الحديث، وما كشفه العلماء حول مخاطر هذا الكائن الضار. في دراسة لجامعة جورجيا عام 2015 تبين للباحثين أن الوزاغ أو ما يدعى البرص أو أبو بريس هو حيوان خطير ينبغي التخلص منها. فقد أثبتت الدراسة أنه يحوي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية تعيش في أمعائه. هذه البكتيريا خطيرة على الإنسان وعلى الحيوان وعلى البيئة. إذن لماذا قتل هذا الحيوان الخطر؟ لأن هذه البكتيريا يصعب التخلص منها بالدواء، ولذلك تنتشر وتتكاثر وتنتقل بين الحيوان والإنسان مما يزيد من خطورتها. وهذه الدراسة قد نشرت في مجلة Science of the Total Environment، وأثبت الباحثون فيها أن أمعاء أبو بريس تحوي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وعندما تنتقل هذه البكتيريا للإنسان فإنه من الصعب معالجتها لأنها تقاوم الأدوية. ويقول الخبراء إن وجود هذه الأوزاغ في المنازل يقدم بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية لأصحاب هذه المنازل، ولسيما أولئك الذين يربونها بهدف التسلية أو اللعب، وبالتالي تحذر الدراسة من تربية هذه الأوزاغ وتؤكد ضرورة التخلص منها، ولكن هناك مشكلة جديدة، فحتى بعد رميها بعيدا عن المنزل، فإنها تنقل هذه البكتيريا إلى الحيوانات، وبالتالي يمكن أن تعود وتنتقل إلى الإنسان من جديد، وعبر حيوانات أخرى. هذه الدراسة تعتبر حديثة جدا، وفي الماضي كان الناس يعتقدون أن هذه الحيوانات مفيدة فيربونها في منازلهم، ولكن بعد انتشار العديد من الأمراض في الدول الغربية بسبب تربية هذه الأوزاغ، لجأ العلماء إلى دراستها بشكل دقيق، وتبين أنها حيوانات ضارة جدا بالإنسان والحيوان والبيئة، وينصحون بضرورة الحذر منها، حسب جامعة جورجيا عام 2015. وتقول الباحثة سونيا هيرنانديز المتخصصة في أمراض الحيوانات البرية، إننا لا نزال نجهل لماذا البكتيريا التي يحملها هذا الكائن عنيدة لهذه الدرجة، وتقوم أي مضادات حيوية على عكس الكثير من الحيوانات التي تحمل بكتيريا عادية، هذا ما قاله العلماء، إذن ماذا عن التحذير النبوي الشريف؟ لقد حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأوزاغ قبل هذه الدراسة بأربعة عشر قرنا، وحذر من ضررها على البيئة، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بضرورة التخلص منها نهائيا، ورغب في ذلك لمنع تركها لتنقل الأذى للبشر والحيوانات، وهذا من رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالبشر والحيوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مئة حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، رواه مسلم، والوزغة هي أبو بريس، كائن من الزواحف، ويوجد منها مئات الأنواع في الطبيعة، وهذا ليرغب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ضرورة الإسراع والتخلص من هذا الكائن الضار، منعا لانتشار البكتيريا والأمراض المعدية سواء بين الناس أو بين الحيوانات، لقد أثبتت الدراسة الدقيقة والطويلة لعالم الحيوانات أنها تفكر وتخدع وتكذب، والعنف والاعتداء والظلم منتشر في عالم الحشرات والحيوانات بكثرة، وحسب ما تثبته الدراسات العلمية فإن هذا المخلوق مؤذن بطبعه، ولذلك فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال، كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، رواه البخاري، ولذلك لا يعتقد أحد أن هذه الحيوانات هي مخلوقات بريئة وصادقة، بل على العكس من ذلك، فهناك دراسات أثبتت وجود خيانة ودعارة وظلم وغدر عند هذه الكائنات، وبذلك فهي تشبه البشر إلى حد بعيد، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، ولذلك يؤكد العلم الحديث أن التخلص من هذه الأوزاغ ينعكس بشكل جيد على الإنسان وعلى البيئة، أي أن التخلص من هذه الكائنات الضارة هو رحمة ببقية الكائنات، وأن بقاءها بعيدة عن المنازل وضمن البيئة البرية التي خلقت فيها لهو ضرورة لا شك فيها، ويبقى السؤال، ألا يستحق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون رحمة لكل شيء، كما قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة، وانضم لأكثر من مليون مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر